اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من سفر التسنية من أصحاح 28 آية رقم سبعة يجعل الرب أعدائك منهازمين أمامك يجعل الرب أعدائك منهازمين أمامك باسم الرب يسوع دائما إبليس عدونا يكون مهزوما أمامنا يجعل الرب أعدائك منهازمين أمامك الهاية دي ضمن براكات الرب التي يقدمها للمؤمن مين هو المؤمن؟ مش الشخص اللي هو مجرد أنه شخص تولد مسيحي لا المؤمن هو الشخص اللي ليه علاقة حية حقيقية مع الرب يسوع هل ليك علاقة حقيقية مع الرب؟ الآية دي ليك مالكش علاقة حقيقية قول يا ربي ابدأ الآن معي أنا عايز أبقى في علاقة حية معاك عايزك أنت اللي تقودني مش أقود نفسي عايزك أنت اللي ترعاني وأقول الرب رعية فلا يعوزني شيء عزيزي المشاهد مهم أن تكون لك علاقة حية مع الرب مش مجرد أنك بتروح كنيسة تعودت أنك تذهب إليها كل أسبوع لا علاقة شخص يحب شخص أنا لحبيبي زي ما بيقول الكتاب في سفر نشيد الأنشاد وحبيبي لي في علاقة حب أنا أحبه لأنه هو أحبني أولاً لو ليك علاقة حقيقة مع الرب تمسك بهذه الآية لا هي بتقول يجعل الرب أعداءك منهزمين أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك يعني متجمعين مع بعض ضدك هل بتقول لأصحابك أنا الأيام دي علي حرب مكسفة هل بتقول جوا نفسك ليه الدنيا كلها هيجى علي الآية دي ليك دي الإجابة إجابة الرب على حيرتك ليه كل الأمور ضدك هذه الأيام ربي بيجاوب بيقول في طريق واحدة يخرجون عليك يعني كسفوا كسفوا الحرب عليك وجيين مع بعض في نفس التوقيت وبيهجموك والدنيا كلها هيجى عليك الشيطان بيشن عليك حرب مكسفة كأنه جمع كل الأرواح الشريرة ضدك ولا يهمك الرب بيقول إيه يجعل الرب شوف الآية بتقول إيه يجعل الرب والأمين أعداءك منهزمين أمامك مش هيقدروا يؤذوك وده معنى أنهم ينهزموا أمامك مش هيقدروا يعطلوا نجاحك مش هيقدروا يصيبوك بأمراض مش هيقدروا يؤذو أولادك يجعل الرب أعداءك منهزمين أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك والأمين وفي سبع طرق يهربون أمامك يعني يهربوا إيه مشتتين جايين متحدين يعودوا من أمامك يقول كده الكتاب يهربون أمامك مشتتين بعد ما كانوا جمعوا نفسهم في توقيت واحد وفي نفس الوقت وعايزين يأذوا ونزلين بكل مكهودهم فلان وفلان 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 ووراهم الشيطان ده من هنا وده من هنا وده من هنا لا إليك العظيم يجعلهم منهزمين أمامك ويتفرقوا بعد ما يبقوا متحدين بسبب أنهم اتحدوا لإيزائك إيه اللي هيحصل لهم ينقسموا بسبب اتحتهم عليك يعني أي ناس اتحد ضدنا تنقسم أعلن إيمانك أي ناس اتحد ضدنا إيه اللي هيحصلها تتشتت إيه اللي هيحصلها تنقسم بعد ما يبقوا جايين في طريق واحد يعودوا في سبع طرق طريق غير طريق غير طريق غير طريق يعودوا أعداء لبعض عزيزي المشاهد يعظم انتصارنا بالذي أحبنا أوعى تخاف وقل كده زي ما بوليس قال بكل قوة في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا أوعى تخاف من أمور سياسية تحصل في بلدك أوعى تخاف من الناس متعصبين ضدك أوعى تخاف الذي فينا أعظم 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 من الذي في العالم وقد الوعد يجعل الرب أعداءك منهزمين أمامك يمكن انتصروا قبل كده بس أنا النهاردة همسك في الآية دي والرب قادر أن يعوض هزائمي اللي حدست في الماضي يعوضها بانتصارات غير عادية غير عادية عشان تقول الآية عظم الرب اللي عمل معنا وصرنا فرحين عزيزي المشاهد نكمل معا التأمل في الأحداث القادمة التي تخص الملك الألفي بنتكلم عن الشعب اليهودي وهنا أن وعود كتير الرب عطاه لهذا الشعب ولكنها لم تتحقق إيه اللي خليها ما تحققتش بنعيد مع بعض اللي قلنا قبل كده بنلخصه ما تحققتش بسبب أنهم رفضوا الرب يسوع بسبب أنهم صلبوا الرب يسوع الوعود تعطلة تقعد متعطلة لغاية ما الشعب يتوب عن صلبه الرب وهو صلب الرب في نهاية العالم نتيجة الضيقة العظيمة اللي هيمر فيها الشعب وأن الرب سيتدخل في النهاية لما يبقى فيه شعوب محيطة وهتضمرهم نتيجة لكده الشعب هيتوب أنه صلب الرب وهتبقى زي ما قلنا وزي ما تأمننا من سفر زكريا هتبقى توبة جماعية الشعب كله هيتوب في نفس الوقت ونتيجة التوبة هيبقى فيه نهضة روحية لهذا الشعب مش بس الوعود بتاعة الأرض تبقى قد إيه وتتحقق والبراكات المادية الشعب ياخدها ويبقى تعويض عن ما حدث فيه تاريخ هذا الشعب لا بس ممكن واحد يسألني يقوله طب المؤمنين هيبقوا فين المسيحيين لا المسيحيين الحقيين هيكونوا خططفوا هيكونوا في السماء وقت الضيقة اللي هيدخل فيها الشعب وبعدين هيجوا بقى لكي يملكوا مع الرب يسوع في الملك الألفي لكن احنا الوقت بنتكلم عن اليهود إيه اللي هيحصل لهم اليهود هيحصل لهم توبة جماعية ويصاحب التوبة الجماعية عمل عظيم للروح القدس وقلتلك في الحلقة اللي فاتت انه هما ما رفضوش الرب يسوع بس رفضوا الروح القدس ورفضوهم قواموا الروح سفنوس قال لهم كده سفنوس ده خادم الرب المملوء بالروح القدس قال لهم انتوا بتقوموا الروح القدس وفي مقومتهم للروح القدس وسطوا للقمة لما افتفنوس كان مملوء بالروح القدس وراحوا رجموه وقتلوه يعني ما كانوش ضد الرب بس يسوع كانوا ايضا ضد الروح القدس وقلنا ان النتيجة خدوا عقاب انهم كانوا ضد الروح القدس قلنا الاية اللي في انجيل متى تحققت نبوة الرب ان المدينة بتاعتهم احرقت بالنار بعد ما اتلوا استفانوس باربعين سنة المدينة اشتعل فيها النار تيتوس القائد الروماني حرق المدينة هدم المدينة ضمر المدينة وتأتل فيه الوقت ده ده كان سنة سبعين ميلادية اكتر بحسب شهادة يوسيفوس اليهودي اكتر من مليون يهودي ده بسبب انهم قوموا الروح القدس انما بعد الضيقة العظيمة وتوبتهم انهم صلبوا الرب هيبتدي بقى الروح القدس يعمل فيهم يبقى الملك الالفي هو وقت هيبقى فيه عمل الروح القدس غير عادي الشاهد الاول من سفر حسقيال سفر حسقيال تكلم عن الملك الالفي فيه اصحاح ستة وتلاتين اية تمانية وعشرين وتسكنون دواعد من الرب الارض التي اعطيت اباءكم اياها يعني الشعب هيرجع يقول لهم كده واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي واتي بكم الى ارضكم دي ايه دي اية اربعة وعشرين ده كله ده تجمع اليهود وعودته من كل انحاء العالم بس هيعودك من كل انحاء العالم وهيموت منه كتير في المعارك اللي هتحصل تبع حرمجدون زي ما شرحنا قبل كده هيموت ناس كتير قوي تلتين الشعب سوف يموت وبعدين هيحصل توبة جماعية للشعب ويتوبوا عن صلبهم الرب ويقبالوا الرب يبتيد الرب يعمل ايه بقى اية خمسة وعشرين اقول اية ثمانية وعشرين اولا وتسكنون الارض التي اعطيت اباءكم اياها وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها واخلصكم كل دي وعود محددة للشعب ده واخلصكم من كل نجاساتكم واضع الحنطة واكسرها ولا اضع عليكم جوعا حنطة اللي هي الامح يعني الرب وعيتهم بان هيرجعوا الارض وعيتهم انهم هيسكنوا فيها والارض دي كان الرب وعيتهم اعطاها لاباهم بس فقدوها نتيجة الخطية هيمتلكوها بقى وهيرجع والارض هتبقى فيها بركة غير عادية والحنطة هتبقى الامح هتبقى كتير جدا ومش هتبقى فيها جوع هي تلاتين واكسر صمر الشجر والشجر كله هتجيب صمر وغلت الحق والرب هيعمل عمل بركات مادية كتير لذا الشعب فيه الملك الالفي لكن الاهم البركات الروحية عمل الروح القدس نرى بقى مع بعض الايات ارش عليكم ماء طهرا فتطهرون ده تعبير ان الرب هيطهرهم من كل نجاساتهم فتطهرون من كل نجاساتكم وعطيكم 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 قلبا جديدا تغير وتحول في القلب ليه هذا الشعب اللي كان قلبه حجر هيب يقولك وعطيكم قلبا جديدا وبحضين خلي بالك في الحتة اللي جاية بقى واجعل روحا جديدا في داخلكم وانزع قلب الحجر وعطيكم قلب لح واجعل ايوه هي دي الاية اللي احنا عايزينها ان بعد ما كانوا ايام الرب يسوع رفضين الروح القدس وبان في اتلهم لاستفانوس وخدام الرب زي مثلا ما قتلوا يعقوب بن زبدي اخو يحنا اتلوا المؤمنين المملوئين بالروح يبداموا قومة للروح القدس ودفعوا نتائجها نتائجها جات عليهم ان مات منهم هم كتير لان ما يزرعوا الانسان اياه يحصد مدام ما تابش هم ما تابوش فزي ما اتلوا اتأتلوا اتلوا الصفاروس اتأتل منهم واتلوا من رسل الرب وخدام الرب ايه نتيجة اتأتل منهم زي ما قلتلك اكتر من مليون شخص في الحملة اللي عملها تيتوس على مدينة ارشاليم سنة السبعين ميلادي هنا بقى يقولك ايه في اية سبعة وشين واجعل روحي في داخلكم عزيزي المشاهد لو انت رفضت عمل الروح وقدس جواك ومش عايز تصلي من اجل الامتلاق بالروح ولما الروح بيدفعك انك تقطع علاقة مع صديق او صديقة مش عايز ويمقاس قلبك نهاردة تجاوب اخضع للروح اخضع للروح عشان حياتك تبقى فيه الارتفاق وعشان ما تتبهدلش زي ما الشعب اليهودي اتبهدل اخضع لما الروح يحسسك بانك تسيب فلان تسيب فلان لما الروح يحسسك انك ترد فلوس عندك مش نقية وخطة غلط رجحها لاصحابها تجاوب مع الروح القدس عشان تعيش البركة شوف هنا البلكة مرتبطة بايه ده اللي هتعلمه من اللي هيحصل لليهود البركة مرتبطة بعمل الروح القدس اجعل روحي في داخلكم يعني البركات مرتبطة لو انا بقاوم الروح مش اعرف حتى لو عندي فلوس مش اعرف اتصرف فيها صح مش يبقى عندي حكمة الروح هاصل الفلوسي غلط لو انا من غير الروح ممكن يبقى عندي ممتلكات كتير مش اقدر اتمتع بيها لان الروح هو اللي بيدي التمتع وممكن اضر نفسي وممكن الفلوس بتاعتي تجيب لي اهم وقلق وتخلي الناس تحسدني وتخلي الناس تنتقم مني وفلوسي ممكن تبوز ولادي اهم حاجة انك تقول يا رب انا انا ليك واملاني بروحك نفس تصلي النهاردة من اجل انت امتلق بالروح القدس عشان تعيش فرحان عشان يبقى جواك سمر الروح اللي هو السلام عشان تعرف تحب افراد اسرتك صح لان الروح هو اللي بيد الحب الحقيقي سمر الروح القدس محبة بدون الروح تحبهم حب غلط تحبهم حب مؤذي تحبهم حب ييزيك وييزيه نحن نحتاج الى الامتلاء بالروح القدس رجاء لا تنام قبل ان تركع وتطلب ان الروح يملاك قوله رب املاني بالروح واجعل روحي في داخلكم ملك الالف ناس هتمتلق بالروح واذكرك واذكرك عزيزي المشاهد بالنبوة العظيمة التي في سفر يؤيل يؤيل في نبوة عظيمة عن الامتلاء بالروح القدس احنا كلنا نعرف ان التلاميذ اتعمدوا بالروح في يوم الخمسين وهم لما تعمدوا بالروح بطرس قال ده اللي قال عنه يؤيل في سفر بتاعه يؤيل ده من الانبياء الصغار تنبأ وقال ايه في يؤيل اتنين نقرأ مع بعض ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر بعد ابادة الاعداء يعني لان الرب في الاول هيبيت اعداء اليهود اللي عايزين يضمروه ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر يعني كل اللي هيبدأ بيهم الملك الالف يعيبوا انسكب الروح القدس عليهم زي ما انسكب على اللي كانوا مجتمعين في العلية اللي كانوا مجتمعين انسكب عليهم الروح القدس يتعمدوا بالروح هيحصل كده في نهاية العالم لان النبوة بتاعت يؤيل دي اساسا عن نهاية العالم لان يقول ويكون بعد ذلك ان اسكب روحي على كل بشر هيب بالروح كل اللي هبدأ بهم الملك الالفي هيتعمدوا بالروح القدس النتيجة يتنبأ بنوكم وبناتكم يعني الكل ما فيش فرق بين رجل وامرأة كلهم هيبوا يستطيعوا عن يقولوا كلمات نبوية ويحلم شيوخكم احلاما وهيبقى في رؤة ويرى شبابكم رؤة الشيوخ عندهم احلام بالروح الشباب عندهم رؤة بالروح ده هيحصل بقى يبعام لكل الناس في الملك الالفي اذا الملك الالفي مش بركات مادية فقط ده اساسا بركات روحية اعظم بركة روحية الامتلاء بالروح القدس بركة روحية لا لا نظير لا تمتلق بالروح معناها تمتلق بسلام الروح وفرح الروح بحكمة الروح وتقاض بالروح وهنا يقول ايه ان الروح هينسكب على الجميع على العبيد ايضا اسكب روحي في تلك الايام واعطي عجائب في السماء والارض وطبعا الايات دي اللي لما تدرسها اتلاقيها مش كلها تحققت في يوم الخمسين اذا اللي تحقق في يوم الخمسين وبطرس قال ده هذا ما قاله يؤيل ده في اعمال الرسل الاصحاح الثاني هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله يبقى النبوة يؤيل تحققت بصورة جزئية في يوم الخمسين في بداية الكنيسة يعني النبوة دي ما تحققتش بكامل بكل تفاصيلها في يوم الخمسين لما نروح القدس جه على المجتمعين في العلية وكانوا حوالي مئة وعشرين كانوا مع نحو مئة وعشرين كانوا مجتمعين بيصلوا زي ما الرب قال لهم بخليكم ما تمتشوش من هنا غير قبل ان يحلوا الروح القدس عليكم وتمتلئوا بالروح كانوا بيصلوا جيه الروح القدس عليهم الروح القدس اللي لما جيه عليهم لم تتحقق كل نبوة يؤيل العالم يبقى اذا انا النهاردة اقول ايه اقول طيب اذا كان اذا كانت النبوة دي تحققت بصورة جزئية مع اللي كانوا في العلية واتعمدوا بالروح ليه انا ما مليش بالروح ليه ما دي الحادثة دي حدث هتحدث بصورة كاملة في نحاية الايام مع الجميع على كل بشر روح القدس هملاقهم والنتيجة هيتنبأوا هيما فيه مواهب الروح الى جانب صمر الروح ده في نهاية الايام وفي بداية الكليسة لما ابتدأت الكليسة في يوم الخمسين حدث ايضا هذا الناس امتلأت بالروح وكانت بتتنبأ وكان فيه مواهب بالروح القدس كان في الماضي فيه وفي المستابل فيه لماذا لا يكون لك نصيب انت اجل ان يملأك الرب بالروح عشان يبقى عندك حكتين صمر الروح وقدس ومواهب الروح ربي ديك لما تمتلأ بالروح مواهب الروح اللي تخليك تعرف تخدم الرب لاني صمر الروح ده عشان تعيش انما مواهب الروح ده عشان تخدم باسم الرب يسوع كل مؤمن حقيقي يتابع هذه الحلقة يطلب ان يمتلأ بالروح وقدس عشان يبقى عنده مواهب من الروح لكي يخدم بها الرب خدمة المجد والصمر الكثير الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية او rivers of life P.O.B.O.B.O.C.S. 433 Greenford UB5 9BJ UK او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة SMS على 012 500 77 88 80 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org الرب معكم والى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة